نقرأ لحضراتكم والنهاردة حيكون معانا ناس من الناس اللي معطارتها والناس اللي شايفة انها الجزر مصري والناس اللي شايفة انها الجزر سعودي واللي اتنين يعودوا من غير خناء يكون واحد يشرح ايه اللي حصل النهاردة عشان الناس تفهم في الاعلام انما انا بقول لحضراتكم انه اي حد عايز يقول اي حاجة في مصر النهاردة نضيفة ومش نضيفة النهاردة فيه باش مهندس محترم كده كاتب بوست على الفيسبوك بتاعه لو تحسب بالفلوس بتاع المجلس الاعلى الاعلام طيب في المجلس الاعلى الاعلام قالك كل اشتيمة بمئتين الف جنيه اظن هو يدفع على الصفحة اللي هو كاتبها دي خمستاشر مليون جنيه او حاجة لانه مفيش صدر مفيش اكتر من خمس ست شتائه بيان القول الوطنية بخصوص جزيرة تايتران وسنافير هذا بيان لمجلس النواب ولينذروا به ولا يعلموا انه لا سلطان لهم في التنازل عن جزء من ارض مصر ده انذار لمجلس النواب باتة من مؤكد ان مجلس النواب سوف يناقش اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبة تتنازل مصر عن جزيرة تايتران وسنافير المملكة العبية السعودية هذه الاتفاقية التي وقعتها الحكومة المصرية وابطل توقعها القضاء باحكام نهائية انقطع كل سبيل اللي الطعن عليها فصارت باتة هذه الاحكام التي صدرت في موجهة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب فما كان حق للأول بعد ذلك ان يحيل الاتفاقية الى الثاني الذي يمتنع عن طرحها للمناقشة اما وقد وضحت النية المبيتة لتمرير الاتفاقية والتنازل على الارض بان احيلت الاتفاقية من الحكومة الى البرلمان والذي يصر اصرارا غريبا على مناقشة الاتفاقية بدعوة انه صاحب الحق الاصيل في ذلك رغم ان الدستور يحذر عليه ذلك فليس لاحد على ارض مصر مهما بلغ سلطانه او على منصبه ان يتنازع عن جزء من ارض مصر بل انه يأمر الدستور يحذر على الشعب ان يبرم معاهدة او اتفاقية من شأنها التنازع عن جزء من اقليم الدولة فما كانت الارض ملكا لمن يعيشون عليها من الاجيال الحاضرة وانما هي ملك ايضا لمن دفعوا عنها وبذلوا الدم الغالي في سبيلها من اسلاف العظام وملك الاجيال القادمة التي ستعيش مستقبلها على تلك الارض واننا اذا نعلن موقفنا الرافض لتلك الاتفاقية والذي علناه من قبل مرانا وتكرار فاننا نعلن ان هذا الرافض يمتد حتى الى مناقشة الاتفاقية وانا ما كان لها ان تولد وما كان لها ان توجد فلما ولدت فانها ولدت ميتة ولما وجدت فكان وجودها معدوما وعلى ذلك فان اي مناقشة لتلك الاتفاقية هي مشاركة في تمريرها وان اي تصويت عليها هو اشتراك في التنازل عن الارض يستوي في ذلك موقف الموافقين والرافضين والمؤيدين والمعارضين واننا وبناء على ذلك فاننا نطالب عضو مجلس النواب ان يعلنوا مواقفهم ليس من اتفاقية في حزب ولكن نطالبهم اذا ما اصر البرلمان عمرقش تلك الاتفاقية ان يتقدموا باستقالاتهم فورا ان يتقدموا باستقالاتهم فورا وان يعلنوا تبرؤهم من كل اجراء يؤدي الى التنازل عن الارض فما ارادت السلطة الحاكمة امرا الا ونفذته السلطة الحاكمة امرا الا ونفذته عن طريق البرلمان وان اعتردتم ولكم في قوانين عديدة تم تمريرها من قبل اعتراضاتكم عبرة ومثلا كلمة اخيرة الى الذين زينت لهم نفوسهم ان السلطة باقية وان المناصب خالدة اسألوا مقاعدكم التي تجلسون عليها كيف حال من قبلكم يوم ان كان غضبة الشعب في الخامس والعشرين من يناير كيف كانت ارتعد فرائسهم وودوا انهم لم يكونوا من اهل السلطة وتمنوا ان يعودوا بهم الزمن فيمتنعوا عما كانوا يفعلون فاتقوا غضب المصريين ولا غرنكم صبرهم ولا استضعفوا قوتهم واحذروا المساس بأردوم وإلا حربتكم سخور جبالهم والسلام على من التزم الدستور واتبع ارادة الشعب الموقعون اولا المستشار هشام جنينة حمدين صباح احمد البرعي جورج اسحاء محمد نور فرحات باسم يوسف كمال عباس تامر جمعة تامر ابو عرب دكتور يحيال ازاز سمير عليش عصام الشريف عمر الجندي عمر بدر خالد البلشي محمد البسيوني تامر القادي راجع عمران شهادي الغزالي حرب محمد محمود شهادي الطوخي مهندس حازم عبد العظيم محمود مشالي عبد المنعم إمام محمود السقة محمود عفيفي أميرة العدلي أنور الهواري محمود الشربيني دكتورة هناء إبراهيم تامر سحاب كمال خليل أحمد حسني عصام شعبان محمود الدشناوي وليد درويش رامي جلال عامر مه أبو بكر علي عادل محمي مي محمود صفة عمران عبد الفتاح البنة ياسن الهواري أحمد قناوي أمير سالم هاني رمصيس مصطفى الحجري حميده جميل دكتورة مونيكا حنة أحمد عياد حسين حسن حازم الزويري شريف الروبي شريف هلال حمدي إشتة المستشار الاقتصادي أحمد خزيب شريهان عاطف أحمد عياد محمد السعيد محمد الخزرجي عزة الشرباجي دكتور يشام عبد الغفار أحمد ربيع هاشم محمد عبد المجيد عمر إمام حازم حسني شريين عاطف حسين جوار محمد يوسف خالد عبد العزيز علي بهميلة دكتور وجيب ميكي تامر النحاس سهير عبد المقصود أسامة اسمعيل هالة مصطفى علي عبد السميع هاني العتال ماجد عاطف صحفي عمر القادي دكتور محمد الملواني أحمد فوزي وانتهى البيان والنهاردة الأستاذ حمدين عمل خطاب وقال أن هذا النظام قد فقد شرعيته وطالب الناس أنه عندما يتم التوقيع على الاتفاقية النزول فورا لميدان التحرير لأنه النظام فقد شرعيته بي ترجمة نانسي قنقر